هلو كيكاتي شانكم اليوم عندنا تزيين كيكة تزيين حلو بسيط مال ورد يعني عندي هاي الكيكة قياسة اشرين وغلفتها طبقة اولى ومخليتها بالثلاجة وعندي هاذي الكريمة هاي كريمة بيضة ضفتلها ملون اي لون سائل جل اي شي لون احمر ضفت بحيث انطاني هذا اللون لو ضيفون لون وردي ما ينطيكم هذا اللون ينطي يعني لون مهيش على حمار هنا هواي تجيني اسألة يقولون ليش الكريمة تفقق هسا انا مو خافقتها بالخفاقة هسا جاي ازيين بيها بالسباتولا اسويها بهذه الطريقة شوفوا بحيث كل الهواء يطلع منها شوفوا شوفوا هسا ادي اغلف بيها الكيكة شوفوا وهي الكريمة اللي استخدمها باسترشيف نغلفها بالتامن موسيقى هسا ناعمي هاي الكريم من لون الافضط فاتح فقط يجي تفقق صغير هسا اساوه ليش مثل اللقصان موسيقى 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 نقوم بفارمون ساعدنا هذا اللون الأصفر الفاتح تقب تتكب صغير اشتركوا في القناة بس أنا عندي هذا اللون وردي من هذا اللون وضفت عليه قليل من الأزرق قطعنا هذا اللون هو على اساس بنفسه جيب الصلع ما عرف لونه غامط بس عادي يسير الغرض نسوي هسا هذي النقشة تقب تتكب صغير هي تصير نسوي يعاني كما محدد عندي هاي الفورمات النجمة أصغر شي نسوي بسيطه حسا بعد ندن نفس هذا اللي سوانا بيالغصان بس اقطع هيتش شكل مثلت حتى نسوي الأوراق سوف أكمل الأوراق مع الأخصان كلها وأرجع لكم أتمنى استفاديته من هذه الكيكة وهذا سوف أكتب عليها كتابة لا ورد ولا شيء وهاي هنا بعد ما كملت الكيكة وكتبت هنا الكتابة بالقناش وبعد فوقها بالكريم وهذا صار شكلها شكلها كلش حلو أتمنى استفاديته من هذه الكيكة وهذا التزيين ومع لي سلامة اشتركوا في القناة